موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند النهاردة اكيد عندنا تفاصيل كتيرة وموضوعات مهمة جدا والاخبار كتيرة قوية على الساحة الرياضية فوز الاهلي بالامس على طلاق الجيش بهدفنا مقابل لشيء ارتفاع رصيد الاهلي من النقاط الى 57 نقطة وبيقترب من عدد نقاط بيراميز المتصدر وبفارق اربع مباريات مؤجلة عن النادي الاهلي كمان هنتكلم على مسابقات الاندية الافريقية والقرارات التي تم اتخاذها في الساعات الاخيرة بشأن انطلاق المسلم الافريقي وموعد الارعة والاندية التي تم اعفاءها من المشاركة في الادوار التمهيدية كل التفاصيل تي بتأكيد عن نعيشة النهاردة في برنامج الترند وكمان عندنا تفاصيل متعلقة بحكام مباراة الاهلي وبيراميز قرار اتحاد الكورة بتعيين ابراهيم مانور الدين الاخطاء التحكمية المؤثرة في صدارة الدوري والمنافسة على لقب الدوري في المباريات الاخيرة وهي اخطاء متكررة من نفس الحكام اللي بيتم اسند ليهم ادارة مباريات بشكل متكرر بشكل كمان غير مقبول كل التفاصيل تي بالتأكيد هنتكلم عليها النهاردة واعتقد حلقة النهاردة هيكون فيها كواليس واخبار عديدة ان شاء الله باذن الله يكون وقت الحلقة مناسب عشان نستعرض كل هذه الموضوعات في حلقة الترند النهاردة لكن محتاج ابدأ مع حضراتكم بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز اعرف رأي حضراتكم في اداء الاهلي في مباراة طلاعي الجيش بالامس ومين هو افضل لاعب من وجه التنظرك المباراة انتهت بهدفين مقابل لشيء احرز الاهداف السلية ووسام ابو علي فمحتاج اسمع من حضراتكم رأيكم في الاداء ومين من افضل ماتش تقدروا تجاوبوا معنا على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الاخير باذن الله هستعرض اكبر قدر من توقعاتكم على سؤال حلقة النهاردة لكن نبدأ دلوقتي باهم العنوان البداية في ترند الاهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم وفي الترند المحلي كاف يحدد موعد قرعة مسابقات الاندير وفي الترند العالمي وعلى الجانب الاخر مواجهة نارية بين فرنسا واسبانيا في اليورو تعز الأزمات والمشاكل نحن بنشوفها في المسابقات المحلية وفي الدور المصري والأزمات المثارة على الساحة الرياضية وفي السوشيال ميديا النهاردة على الجانب الاخر وفي اتجاه تاني خالص هنتفرج على متعة مباريات القرى بجد من خلال نصف نهائي بطولة اليورو النهاردة الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة لقاء الدور نصف النهائي في بطولة اليورو اللي بتصدفها ألمانيا خلال هذه الفترة بين إسبانيا وفرنسا ماتش قوي جدا أكيد بإذن الله هيكون مباراة ممتعة نستمتع من خلال أداء المنتخبين سواء المنتخب الإسباني أو المنتخب الفرنسي نروح لكوبا أمريكا أيضا وفي الثالثة من صباح الغد فاجر يوم الأربع كندا في مواجهة مع الأرجنتين كندا عامل مفاجهات في البطولة الأرجنتين تأهلت برقلات الجزائل الترجحية على حساب منتخب الأروجوي فممكن مباراة النهاردة تكون مباراة قوية جدا ولكن هتبقى في الصهرة وفي صباح يوم الغد دي أبرز مباراة اليوم وبالطبع العودة من جديد لمباراة الدورة هتكون يوم الخميس والجمعة والسبت استكمال لبعض المباراة المؤجلة نخرج إلى فاصل ثم نواصل بالأمس كانت فيه مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي في الدور العام سباق المنافسة على الصدارة سباق قوي جدا ما بين الأهلي والبيرامدس ولكن في غمرة الأحداث والمنافسات وسخونة مباراة الكورة مع الأجواء الحرة اللي احنا بنعيشها في القاهرة خلال الأيام الأخيرة ومستمرة معنا بالتأكيد لغاية نهاية فصل الصيف بصراحة عايز أشكر وشيد بجمهور النادي الأهلي العظيم اللي كان موجود مباراة في استاد القاهرة رغم للعدد ما كانش كبير لكن عايز أشكر كل الناس اللي حضرت مباراة لأنه رفعوا لفتة كانت مهمة جدا وهي بالتأكيد رساء بالنسبة لأحمد رفعت وفي توضيع أحمد رفعت يمكن جمهور النادي الأهلي اللفتة اللي قدامنا على الشاشة هي في استاد القاهرة كتبت عدت من الموت لتودعنا لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا طبعا الناس كلها حزينة وزعلانة على اللي حصل مع أحمد رفعت والفترة اللي عاشها أحمد رفعت ما بين سقوطه في المباراة الأولى في شهر مارس ثم سقوطه في منزله بعد الحادث الأول بحوالي ثلاث شهور وخلال الفترة دي كان رفعت تتكلم وقال كلام مهم جدا كل الناس في الشارع مش في الشارع الرياضي بس الكل كان متأثر وأحمد رفعت رغم أنه على فكرة يعني لعب فترات بسيطة في قطاع ناشهين في النادي الأهلي على حسب ما تذكر يعني وانضم للزمالك ولعب في إمبي وراح المصري وراح مودرن فيوتشر وكان عنده تجربة قصيرة جدا في الإمارات وحتى على المستوى الدولي ما لعبش في منتخب مصر إلا بطولة أو فترات بسيطة حتى سواء مع بوب راتلي قبل كده أو حتى مع كارلوس كيروش في 2022 في قطر في كاس العرب ولكن الموقف اللي اتعرض له أحمد رفعت ووفاته أثر يعني في كل الناس وشفنا جمهور الزمالك وبالأمس كمان جمهور الأهلي في بعض الأحيان ممكن المواقف الصعبة اللي زي دي بتخلي الناس تقف في لحظة معينة وتقول هو إيه الهدف من إحنا نقعد دايما بنعمل ترند ترند سلبي إيه الهدف اللي إحنا دايما بنقعد نتكلم في أمور بتاخد الملعب والساحة الرياضية اللي بيبقى فيه التعصب وحاجاتها صعبة جدا الفكرة بحد ذاتها يا جماعة إن الرياضة والكورة الصورة اللي إحنا شفناها من جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك دا الهدف منها إن المنافسة تفضل جوه الملعب لكن بره الملعب اللعيبة صحاب المسؤولين علاقتهم ببعض جيدة جدا في نفس الوقت الجماهير بتبقى المنافسة جوه الملعب بره الملعب البيت الواحد ممكن تلاقي فيه الأهلاوي والزمالكاوي والاسمعلاوي والاتحداوي لف محافظات مصر هتلاقي فيه تنوع في كل البيوت وبين كل الأسر فموقف جمهور الآلي بالأمس بنشيد بهذه اللفتة اللي بالتأكيد الجمهور بيخلت فيها ذكرى بشأن وفاة أحمد رفعت البقاء والدوم لله بنعز بالتأكيد أسرته ربنا يصبر الأسرة يا رب ربنا يصبر والدتك وربنا يصبر أشقائك مرحلة صعبة وفترة صعبة والوسط الرياضي كله بلا استثناء متأثر جدا بهذا الموضوع وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ننتظر نتائج التحقيق من وزارة الشباب والرياضة وللنهارده المتحدث الرسمي قال خلال أسبوع هيكون فيه بإذن الله قرار من لجنة التحقيق اللي تم تشكيلها بشأن هذا الموضوع والكشف عن الحقائق الناس كلها مستنية الكشف عن الحقائق إيه الموضوع؟ إيه تفاصيله؟ مين المتسبب؟ أحمد رفعت آه توفى بأزمة قلبية ولكن طبعا حديثه وظهوره في الإعلام وكلامه على إن الفترات اللي فاتت تعرض فيها لضغوط نفسية وصعبة جدا وارد جدا تكون دي من ضمن الأسباب سواء أخطاء إدارية أخطاء إجرائية الحاجات دي كلها أكيد لازم نعرف مين المتسبب فيها عشان فيما بعد المنظومة دي تشتغل صح وأنا الأسبوع اللي فاتت كلمت وقلت الكلام ده المنظومة دي فيها أخطاء كتير في ناس على مقاعد وكرسي المسئولية غلطت كتير سواء في مسابقات في إدارة الاتحاد في إدارة المنتخبات في شؤون اللاعبين حاجات كتيرة جدا في المنتخبات لكن ما بنشوفش أكشن وقرار لعله وعسى الموقف اللي تم ووفاة أحمد رفعت يكون بريقة أمل لعله وعسى إن اللي جاي ممكن يكون أفضل بإذن الله شكرا لجماهير النادي الأهلي شكرا لكل جماهير مصر اللي بتأكيد فيه تكاتف كبير جدا من بعد وفاة أحمد رفعت عشان معدن الناس ومعدن الشعب المصري معدن طيب جدا وفي المواقف الصعبة وفي الشدائد بتلاقي الناس كلها ملتفة حول بعضها فدايما يا رب بنفضل كده فاكرين أحمد رفعت بالخير فاكرين علاء علي لاعب نادي الزمالك بالخير فاكرين محمد عبد الوهاب بالخير فاكرين كل لاعب توفى داخل الملعب أو خارج الملعب بالخير وكمان الأستاذ العمري فاروق بنفتكره بالخير دايما يا رب وربنا يرحمهم جميعا وبإذن الله يكونوا في الجنة في الفترة اللي جاية طيب مباراة الأهلي وطلاع الجيش تعرفين طبعا عايزين نتكلم في الكرة وكل حاجة بس طبعا المواقف دي بتبقى صعبة لازم نتكلم فيها في كل حلقة وكل ما يكون عندنا مناسبة نتذكر أحمد رفعت وكل الناس اللي توفت فيه الفترات الأخيرة مطش الأهلي وطلاع الجيش مطش صعب جدا كان بالأمس والدنيا كانت من قهربة الشوت الأول كان تعادل سلبي مرسل كولر عمل تعديل في الشوت الثاني وشفنا ثلاث تغيرات ما بين الشوتين ضفعة واحدة نزل حسين الشحات نجم الأهلي الموسم الحالي على فكرة حسين الشحات السنادي نجم الفريق بلا منازع عمر السلية وقادم بقوة أحدث الصفقات اللي فرض اسمه ونفسه على التشكيلة في فريق النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد تلاتة نزله في دياسة واربعين مع بداية الشوت الثاني مكان مراوانة عطية وأحمد عبدالقادر ومحمد هني عشان ينجح السلية في إحراز الهدف الأول في دياسة 50 زي مون شايفين الهدف الأول اللي أحرزه طبعا هدف سليم جدا كان فيه تخطية من لاعب طلاع الجيش وبالتالي ما فيش أي تسلل خالص والهدف سليم جدا بالنسبة لعمر السلية وسام أبو علي بعدها بأربع دقايق نجح في إحراز الهدف الثاني وسام أبو علي صفقة من العيار الثقيل مشى بشكل جيد جدا لعب مركز كويس جدا جوا الملعب تأثيره الإيجابي جوا الفريق رأس حرب ظاهر بشكل إيجابي عدد الأهداف الأحراز حم نتكلم على وسام دلوقتي أعتقد وإحنا حتى ما نجي لترند الأهلي طب نتكلم في هداف الدوري بالنسبة للأهلي دولة هداف الأهلي في الدوري العام وفي غمرة الأهداف والانتصار برضو اللعيبة فكرة أحمد رفعت شارة الحداد حزنا طبعا على أحمد رفعت والاحتفال برضو احنا شايفين في كل المباريات ما فيش احتفالات بالأهداف بالنسبة كبيرة أو يعني ولكن طبعا الناس كلها حزين على أحمد رفعت فشفنا بالتأكيد لاطة عمر السلية وقت إحراز الهدف الأول ولاطة وسام أبو علي مع إمام عشور في إحراز الهدف الثاني على فكرة بالمناسبة بغض النظر عن فكرة الأهداف وأن الأهلي دلوقتي 57 نقطة وبرامدز 68 لما كسب الاتحاد أربعة ودلوقتي الفرق 11 نقطة ولسه فيه فرق أربعة مباريات مؤجلة والأهل لو كسبهم يعدي برامدز فرق نقطة والأهل يلاعب برامدز من الجمعة الجاية فلسه فيه كلام كتير على الدوري الفترة اللي جاية ولكن بغض النظر عن كل ده وكلام كولر انبارح في المؤتمر الصحفي تطرق لتفاصيل كتيرة ولكن لفت انتباهي كلام كولر على محمد الشناوي ومحمود كهرباء لأن كولر اتكلم على فكرة المشاركة والقرار بمعنى ناس كتيرة كاد بتتكلم قبل مطش الجيش قيمة الفريق هل الشناوة هيسمح ان يخرج بره القيمة؟ هل قهرباء بعد ما رجع من الايقاف واتمر مع الفريق قبل مطش الجيش ممكن يلعب مباراة الجيش؟ هل اللعيبة فيه تزمر وغضب من مسألة المشاركة وعدم المشاركة؟ تشكيل مطش الجيش وقيمة مباراة الاهل فطلاع الجيش وتصريحات كولر قطعت بما لا يدع مجالا للشك أي اجتهدات ممكن تتقال في هذا الموضوع الشناوي ما دخلش القيمة كولر بيعمل روتيشن في مسألة حراسة المرمى شوبير لعب بطولة إفريقيا بشكل جيد فكان كولر شايف ماينفعش حارس مرمى تقلق يبعد عن التشكيل الأساسية يبقى رايح وراجع ما بين الأساسي أو الاحتياطي وزي ما شايفينه هي تصرحات كولر في المؤتمر الصحف التي كانت تصرحات قوية جدا في أكتر من جانب وأكتر من شاء نتكلم فيه فبالتالي ما فيش مشكلة في مسألة إراحة كهرباء أو إراحة الشناوي أو الدفع بمصطفى شوبير أو الدفع بمحمد الشناوي بار حتى في ديئة 90 نزل أفشة الناس بتتكلم بعد المباراة هو في مشكلة ما بين كولر وأفشة يا جماعة الراجل في آخر ثلاث مباريات لعب في الفريق 21 لعب في آخر ثلاث مباريات كولر دفع بـ 21 لعب في عرف الكورة وفي فنيات الكورة ده مش طبيعي ولكن في ضغط المباريات والروتيشن ونتدخل على مباراة حسيمة على مستقبل بطولة الدوري ده منطقه طبيعي طب عشان ألعب 21 لعب في ثلاث مطشاط طبيعي أبدأ بكهرباء وابدأ بوسام أبو علي بمرة طبيعي أبدأ بالسلية وريح السلية طبيعي أبدأ بأفشة وريح أفشة وهو أفشة لعب المطش اللي فات وأفشة ماشي في شكل كويس جدا ولما بينزل يلعب دقيق ماشي كويس جدا فطبيعي أبدأ بالشناو وطبيعي في مرة تانية أبدأ بمصطفى شبير ده طبيعي ومنطقي بس الناس دايما تركيزها الكامل على صناعة وإصارة أزمة جوه فري الكور نفس الأمر كريم ندفيد بدأ في فترة وبعد فترة أكرم توفيق كان بعد وكانت الناس قالت ماشي من الأهلي دلوقتي أكرم توفيق في التشكيل الأساسية لعب لغنى عنه عمر كمال لعب ومحمد هاني بقى بديل وبعد كده هاني بقى أساسي وعمر كمال بديل وعمر نزل وعمل أسست بالأمس هو هو إمام عشور فين المشكلة؟ أنا من شايف مشكلة ولكن شايف في ناس بتصنع مشكلة وبتصنع أزمة هو أي صحفي أو أي إعلامي أو أي وسيلة إعلامية مش المفوط تكون مبسوطة لما يكون عندك فريق عنده تنحو الرس مرمى على أعلى مستوى لأن ده هيعود بالإيجاب وبالنافع على منتخبنا الوطني الشناوي ومصطفى شبير الشناوي الخبرات الكبيرة الاسم الكبير في حراسة المرمى في منتخب مصر والنادي الآلي ساحب التاريخ الطويل والعريض ومصطفى شبير مستقبل لحراسة المرمى في النادي الآلي ومنتخب مصر في السنين اللي جاية المفوط الحاجات دي بتبقى إيجابية ولكن في مصر دايما الإعلام الرياضي بيحاول يصنع من حاجة إيجابية موضوع سلبي مشكلة إسارة ترند أزمة فكلام كتير يتقال ولكن أكيد الردود جات من كولر والأهم من الردود كولر النتائج اللي بتحصل في الملعب والروتيشن اللي بيتم والأمور ماشى بشكل إيجابي ونتمنى يا رب الأمور تمشي بنفس السياق ده في مباراة بيراميز لأننا عارف الناس أكيد على مباراة بيراميز لأن الله قدر الله في نتيجة سلبية كل بقى الكلام هيطلع بشكل سلبي زي ما حصل في مرشبت أفريقي وانت داخل على سيمي فاينال وفاينال كانت أزمات كتير خدت البطولة الناس سكتت لا حد تتكلم على العيب ماشي ولا العيب قاعد ولا كولر عنده مشكلة ولا كل التفاصيل دي أو مش كل يعني البعض على حسب النتيجة الأهل كسبان اقفل يا باشا الأهل خسران افتح يا باشا على البحر وافتح الشباك على مصرعيه هي بقى يتمشى كده والناس أكيد واخدى بالها من هذه الجزئية طيب أنتقل الحديث عن مباراة بيراميز انبارح ماتش الجيش النهار ده الفريق أجازة وراح بكرة وبعده تدريبات لمدة 48 ساعة والدخول في المؤسكر قبل مواجهة بيراميز يوم الجمعة الساعة 9 مساء ده المعادة الجديد للمباراة الفترة اللي جاية بعد القرار اللي صدر من رئاسة الوزراء ووزارة الشباب ورياضة اخترت ربطة الاندية والتحاد الكرة وكل الجهات المعنية ان المباراة الفترة اللي جاية بعدها ما كانت بتلاقيها بالساعة 4 و7 هتبقى 5 ونص والساعة 9 مساء فماتش الأهل بإذن الله مع بيراميز هيكون يوم الجمعة الساعة 9 مساء انتسألنا على ماتش بيراميز هو الماتش نسب الانتصار او الفوز او التعادل ممكن تكون في صالح مين هقول لكم جملة تختصر المشهد كله الضغوط كلها على بيراميز مش على الاهل الضغوط كلها على بيراميز مين عايز يكسب الماتش بنسبة تتفوق على الفريق الآخر هو بيراميز مش الاهل لو الاهل في المباراة دي خرق تعادل إيجابي او كسب الاهل هو اللي كسبان مش خسران ليه؟ هو طبيعي لو كسبان الماتش كسبان كتير لكن لو انتهت عادل الاهل اللي كسبان مش خسران ليه؟ لان بيراميز عنده فارق نقطة لصالح الاهل يعني الاهل اذا كسب الاربع مباراة الموجلة هتفوق على بيراميز بنقطة وبالتالي بيراميز عارف ان مباراة مع الاهل هي اللي ممكن تخليه يتخطى الاهل دون النظر لباقي مباريات الاهل في مشوار الدوري يعني بيراميز عايزة تكسب الاهل ليه؟ وهو اللي محتاج المكسب اكتر ليه؟ وهو اللي عليه الضغطة اكتر ليه؟ لانه عارف لو مكسبش الاهل هيفضل مستنى تعثر للاهل في اي مباراة والاهل لو لم يتعثر باذن الله هيبقى الدوري في طريقه للجزيرة لكن بيراميز عايز يكسب عشان ما ينتظرش مباراة الاهل لانه عارف ان عنده قزمة في المباراة اللي جاية ده غير ان بيراميز عنده مشكلة جاية والتالي زي ما بقول لحضراتكم المشكلة مش عند الاهل الضغط مش عند الاهل الضغط عند بيراميز هو اللي عايز يرتفع برصيد النقاط لان الاهل في اخر اتناشر تلاتاشر لقاء كسب كل المباراة وده ما كانش حد بيتخيله والكل كان بتوقع ان بيراميز ليه عن مطشات كتير عشان يضغط الاهل فيحصل نفس السيناريو اللي حصل من سنتين لما الزمالي كسب الدوري ولكن الحمد لله الاهل يخلص مطش افريقيا مع الترجي كسب البطولة ودخل راح كسب كل المباراة الفترة الاخيرة باللا اربعة وبالتلاتة وبالتنين عشان الاهل يوصل لسبعة وخمسين نقطة اقوى خط هجوم اربعة وخمسين هدف متفوق على بيراميز بفارق خمس اهدف رغم ان بيراميز لعب سبعة وعشرين مباراة الاهل لعب تلاتة وعشرين مباراة طبعا اخر المباراة اللي كانت بين الفرقتين الاهل يكسب بيراميز في نهاية الكاس الاهل يكسب بيراميز في لقاء السوبر فالضغوط كلها عند بيراميز الازمة في حصد النقاط عند بيراميز مش عند الاهل فلازم الناس تاخد بالها من التفاصيل دي ممكن علامة يصدر لك مشاكل كتير جوه الاهل الاهل يكسب بيراميز لا 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 على الورق وتبقى لترتيب المباراة وتبقى للحزبة اللي احنا شايفينها اللي محتاج الثلاث نقاط يوم الجمعة بيراميز تعادوا الايجابي مش في مصلحته لانه هيفضل منتظر وبيتفرج على مباراة الاهل لكن لو لا قدر الله كسب خلاص انت بتتكلم في ايه ده عدة اللي اللي بقى يلعب موجلاته ما لعبش موجلاته مش هتفرق معاه وهي في النهاية هي فرصة لو الفرصة ضاعت من بيراميز خلاص شكرا فالضغط على بيراميز هل الاعلام هيعمل كده ويناقش الموضوع فنيا بالشكل ده هنشوف في التمانية واربعين ساعة اللي جاي ولكن كل القصة عند فريق بيراميز والاهلي اكيد بخبرات لعبي بيجهازه الفني بيقدرته بيجي مهيره بيعرفه كيف يتعاملوا مع هذه الضغوط المباراة في استاذ القاهرة جمهور الاهلي انا اتمنى يا رب المباراة دي يكون فيها ما لا يقل عن تلاتين أربعين ألف مشجع عشان نقدر نحسم القصة بدري بدري ولسه المشوار مستمر بعد مباراة الجمعة هيبقى لسه في عشر مباراة والمشوار طويل والدول مكمل معانا شوية وزي ما كان يتأجل للأهلي مطشاط في إفريقيا هيتأجل لبيراميز مطشاط أيضا في أفريقيا طيب خلصنا الكلام على مطش الجيش وفوز الأهلي بالثلاث نقاط والاستعداد لمباراة بيراميز نروح لملف تاني قبل ما اطلع الفصل وهو ملف حكام مباراة الأهلي والبيراميز تم مخطبة خمس اتحادات أوروبية إنجلترا فرنسا ألمانيا إيطاليا والبرتغال وأنا مش عارف ليه البرتغال تحديدا يعني برضو مش قادر أفهم التفصيلة دي انت عندك إنجلترا فرنسا ألمانيا إيطاليا دول أربع دورياتها قوية جدا البرتغال ليست من ضمن الدوريات الخمسة الكبرى ولكن كان سألي جدا تطلب مثلا حكام من أسبانيا تروح للبرازيل تروح لأمريكا الجنوبية ولكن عموما النهاردة بالليل هيتم التأكيد والإعلان عن أسماء حكام مباراة الأهلي والبيراميز وفيه تكتم شديد جدا جوة لجنة الحكام ممكن يكون التكتم ده نتيجة إن ما فيش ردود إيجابية ولكن معلوماتي إن الاتحاد متأكد وواصق إن مطش الجمع هيديره طاقم تحكيم أجنبي لأن الأهلي من بدري بعد أرسل خطاب رسمي حدد المباراة اللي عايزها كان مطش الزمالك مطشين بيراميز 12 و22 ومطش المصري بعد كده المؤجل من الأسبوع الثمانتاشر طيب هل لجنة الحكام فيها مشاكل تحكمية فيها مشاكل تحكمية كبيرة جدا مشاكل تحكمية كبيرة جدا وأنا عايز أوجه سؤال للجنة الحكام مطش بيراميز والاتحاد بالأمس في اسكندرية بيراميز كسب أربعة على فكرة يعني المطش نقدر نقوله والخطأ التحكيم اللي صدر من محمود البنة في أول خمس دقايق ممكن بعض يقول لي يا عمهم مش مؤثر قوي ده حتى في النهاية المطش خلص أربعة سفر يعني هو النتيجة دي لو كانت حسب تراك للجزاء لصالح الاتحاد والاتحاد جاب جون با كان ممكن بيراميز يجيب التعادل والتاني والتالت والرابع زي ما حصل مع سموح سموحة كان متقدم زي ما حصل مع المولين كان متقدم بس بيراميز يكسب في خطأ تحكيمي حصل محمود البنة مستوى بعيد جدا عن الأداء الفن المعروف عنه أخطأه كتير جدا أخطأه مؤثرة في المباريات قوي لجنة الحكام بتديله مطشط ليه مش عارف مش عارف ومش قادر أحط تفسير لده لما تلاقي محمود البنة في كل المباريات اللي بيدارها في الدوري أكتر من ثلاث حكام راحوا كاس أمم ومرشحين لكاس عالم وبيديروا مباريات تصفيات كاس عالم هنا تخط مليون علامة استفهام وبسأل لجنة الحكام على أي أساس عندك أخطأ كتيرة جدا لمحمود البنة السنة دي بتديله مطشط كتيرة ومطشط مؤثرة ومطشط مؤثرة وأخطأ مؤثرة على نتائج المباراة وبالتالي مؤثرة على ترتيب جدول الدوري الأسباب مش عارفين لما تروح لعدد مباريات البنة هتلاقيها أكتر من أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل الأسباب محدش عارف هقول لكم على مفاجأة قيمة الحكام النخبة والمحترفين آخر سنة كان محمود البنة رقم 34 في التصنيف السنة دي والتصنيف بتحضر دلوقتي حسب المعلومات اللي جات لغاية لما تعلم بشكل رسمي هنا ونعلنها قريب أنت عندك بقى كمان 35 وفي 37 التصنيف تراجع يعني كمان تراجع ومع ذلك بشوف حكام بتاخد مطشط كتيرة في مصر وهي مش مصنفة برا بس على فكرة أنا مش هستغرب من ده كتير لأنه صدر قرار رسمي وتم توقيعه من السيد جمال علام رئيس الاتحاد الكور القرار بيقول إيه إن الكابتن إبراهيم نور الدين رسميا أصبح رئيس لجنة التطوير في لجنة الحكام ما بين قصين المدير الفني للجنة الحكام ليه وإزاي وعشان إيه وبأمرت إيه ده ممكن نتكلم عليه في حلقات جاية بس أنا بقول له حضراتكم التعينات غلط الأخطاء المؤسرة كترت الحكام اللي بتغلط زي البنة بتتعين تاني وتحس إنه زي ما يكون فيه عند ولكن مش هستغرب مع كل ده لما لاقي الأستاذ جمال علام بياخد قرار بتعيين إبراهيم نور الدين خارج التصنيف آخر سنتين ثلاثة برا كاس الأمم آخر أربعة دورات عشان يطور الحكام اللي موجودين دلوقتي ده ملف هفتحه في الفترة اللي جاي بس لما ييجي وقته باستفادة أكتر في الحلقات اللي جاية فاصل ثم نواصل ملف تاني مهم جدا ويمكن فيه كواليس وتفاصيل قد تكون خطيرة على مستقبل الدوري هذا المسلم الاتحاد الإفريقي كان عنده اجتماع بالأمس استمر أكتر من حوالي أربع ساعات اجتماع للجنة مسابقات الأندية والترخيص ليه إعلان واعتماد أسماء الأندية اللي هتشارك في المسابقات الإفريقية المسلم مقبل دوري أبطال وكنفدرالية وتم اعتماد رخص العديد من الأندية وتم رفض رخص العديد من الأندية ولكن خلينا نتكلم على الشأن المصري أو الجانب المتعلق بالأندية المصرية لأن فيه أندية كبيرة مش عقولي اسمها دلوقتي تم رفض رخصة مشاركتها في المسابقة الإفريقية المقبلة أندية خارج مصر مش أندية مصرية وفي منها أندية عربية بس مش هتكلم في التفصيلة دي دلوقتي خلينا نتكلم على أندية المصرية الأهلي زمالك بيراميدز المصري تم اعتماد الرخص وتم اعتماد مشاركتهم في دور الأبطال والكونفيدرالية المسلم اللي جاي اللي هينطلق بإذن الله منتصف الشهر الجاي اتحاد الكرة عمل خطوة غريبة جداً ليه؟ اتحاد الكرة بعت للاتحاد الافريقي قال له الأهل يحامل اللقب فبيشارك في دور الأبطال والزمالك حامل لقب الكونفيدرالية فبيشارك في كأس الكونفيدرالية ومع الأهل البيراميدز لأن نتائج الدول الأول حتى الآن هو الوصيف أو هو يعني بعيد عن الزمالك وعلى الجانب الآخر المصري سيشارك مع الزمالك طبعا الاتحاد المصري عمل لقطة غريبة شوية ليه؟ لأن ليحة الرابطة بتقول إذا طلب الاتحاد الإفريقي أسماء الأندية المصرية للمشاركة في المسابقات الإفريقية ولم يتم الانتهاء من الدوري يتم اعتماد نتائج الدور الأول بالكامل فور انتهاءها طيب هل الدور الأول خلص؟ لا لسه طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن القرعة يوم الخميس اللي جاي بعد بكرة النهاردة الثلاث القرعة الخميس بعد بكرة اللي هو وفق كام يوم 11 سبعة طب ما الدور الأول خلصان نتائجه والقصة خلصانة إن تعمل مشكلة ليه وأزمة ليه؟ لأ الدور الأول على الورق؟ على الورق لسه هيخلص يوم 18 سبعة فيه مباراتين مؤجلتين من الدور الأول الزمالك والبلدية والأهلي ومودرن فيوتشا اللي هو حاليا مودرن سبورت طب هل ده برضه ممكن يؤثر على نتاج الدور الأول؟ لا ولكن على الورق الليحة بتقول تبعت الأسماء فور انتهاء الدور الأول بالكامل والدور الأول لسه لم ينتهي متبق فيه مباراتين والقرعة يوم الخميس والمباراتين دولها هيتلعبوا بعض القرعة بأسبوع وبالتالي لايحة الكاف ولايحة الربطة في الحالة دي بتقول إيه؟ ابعت أسماء أندية الموسم الماضي اللي هو نفس الكلام الأهلي وبيرامدز والزمالك ولكن مش المصري هيبقى مودرن سبورت هل ممكن نشوف اعتراض في الساعات اللي جاية؟ الله أعلم هل الكاف ممكن يجيله إيميلاد بشأن الموضوع ده؟ الله أعلم ولكن أنا بقول لكم قرار رسمي إن القرعة الخميس ولايحة الربطة مخالفة للقرار اللي خده الاتحاد إنه بعد المصري ورغم إن الدور الأول لم ينتهي على الورق تبقى لللايحة بكامل مبارايته ده جانب الجانب التاني وهو متعلق طيب لما بتشارك الأندية المصرية وبيتم اعتماد مشاركتها بيبقى عندك التصنيف مين هيتم إعفاءه من الدور التمهيدي الأول ومين هيلعب الدور التمهيدي الأول لإنه مش مصنف طبعاً لما تلاقي الأهل والبيراميدز والزمالك والمصري ممكن تقول كده من بعيد إلا أربعة مصنفين فهيلعبوا من الدور التمهيدي التاني في شهر تسعة وياريت يحصل ده عشان ما أنا أعشف أزمة في شهر تمانية ولكن أنا عايز أقول لك لا يعني وقعت الراس في الفاس زي ما بيقولوا كده المثال البلدي الدنيا بزت ليه؟ في دور الأبطال الفاس في الراس أنا في الأمثال البلدي مليش فيها قوي وقعت الفاس في الراس طيب دور الأبطال حصل فيه إيه؟ فيه تسعة وخمسين نادي تم تأكيد مشاركتهم في دور الأبطال خدوا مني الأرقام دي بشكل رسم تسعة وخمسين نادي هيشاركوا في دور الأبطال طيب كم نادي هيتم إعفاءه؟ بتتحسب إزاي؟ كل ما يكون عدد الأندية المشاركة كتير كل ما يكون عدد الأندية المعفاء وليلة لما يبقى 59 نادي يبقى أنت ترجع كده بالعدد إصحب خمسة هيتبقى 54 تقسم اللي 54 على 2 هتتلعب 27 مباراة عشان يتأهل 27 نادي تضيف عليهم الخمسة اللي تم عفاهم يبقى 32 ده الدور التمهيدي الثاني شفتوا الحزبة وتتحسب إزاي عندك 59 نادي هيشاركوا بشكل رسم شيل منهم خمسة هيبقوا 54 قسم اللي 54 نادي على 2 هيطلع 27 دول 27 فريق هيتأهلوا من 27 مباراة ضيف عليهم الخمسة اللي احنا سحبناهم عشان يتم عفاهم هيبقى 32 ده الدور التمهيدي الثاني طب من الخمسة الأعلى في التصنيف بالترتيب كده الأهلي الترجي مامولي دي سانداونز مازينبل كونغولي بيترو أتلتكو الأنجولي دول اللي تم يعفاهم من الدور التمهيدي الأول اللي هيتلعب في شهر 8 شهر 8 اللي هو موعده إمتى؟ 16 17 18 8 والإياب 23 24 25 8 دي موعد إفريقيا في شهر 8 يبقى الخمسة دول مش يلعبه المتشدية وبالتالي بيراميدز هيلعب الدور التمهيدي الأول في شهر 8 طيب روح على الكونفيدرالية إزا مالك معفل إنه تصنيفه أعلى بطن البطولة وتصنيفه أعلى بالمقنب الفرق اللي مشاركة في الكونفيدرالية فبالتالي ما عندهش مشكلة طيب المصري بعيد فهيشارك في الدور التمهيدي الأول فأنت عندك نادي أم المصر هيلعبوا الدور التمهيدي الأول إمتى؟ أحد أيام 16 17 18 8 الزهاب وده بره مصر والإياب 23 24 25 8 ده في مصر طيب إيه المشكلة؟ وإزا ما يقولوا بقى المثل الفاس وقعت في الرأس قلت المثل صح المرة ده هو الدوري آخر جولتين هيتلعبوا الأسبوع الثلاثة وتلاتين يوم 14 8 والأسبوع الثلاثة وتلاتين يوم 18 8 ده داخل في نفس توقيت مطش الزهاب في الدور التمهيدي الأول وبالتالي اتحاد القرى مقبر يأجل لبيرامدز والمصري آخر مرحلتين في الدوري يبقى الدوري رسمياً مش هيخلص 18 8 أنا بقول لكم كلام رسمي هينشر في الساعات اللي جاية من موقع الكاف ويحدد معاد القرى وتعرفوا الأندية المعفاة فدي مشكلة كبيرة جداً وهتبقى أكبر إذا فضلت المنفسة بين الأهل وبيرامدز لغاية آخر أسبوعين في الدوري لأنك لو أجلت البيرامدز هتضطر تأجل للأهل عشان تكافق الفرص فأنت الدوري رسمياً بالحسابات دي مش هيخلص 18 8 هتتأجل بقى لآخر أسبوع في 8 لأول 9 الله أعلم عموماً دي موقف الأندية المصرية اللي تخلاص تأكد تأهلها كمان بتكلم على فكرة القرى يوم الخميس والأهل معفو والزمانك معفو مش هلعبوا المتشاط في 8 هلعبوا في شهر 9 والقيد بدأ لبيرامدز والمصري اللي يمون دول ولازم يسجلوا قبل 20 سبعة في ظل غلق القيد المحلي فاصل ثم نواصل أهلاً بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من مرامج التريند اللي بنستعرف فيه آخر أخبار التريند والأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرياضية البداية من تريند الأهلي وبعاية قطار الأهلي لا يتوقف في حساب بطولات قالوا أن الأهلي في آخر 12 مباراة كسب 12 مباراة لم يخسر سجل 30 هدف واستقبل 7 أهداف يعني 36 نقطة في مرحلة مهمة جداً في المنافسة على الدور العام عشان كده زي ما نشايفين فيه دوشة شوية على المباريات اللي جاية رغم أن البعض كان متوقع أنه ممكن المسابقة تخلص بدري بدري ولكن طبعاً أنت بتنفس الأهلي والوضع بيكون مختلف أخبار الدوري المصري من سبورت 360 قالوا أن وسام أبو علي مع الآلف الدوري لعب 11 مباراة 12 مساهمة تهديفية مهاجم كما يقول الكتاب أحرص 8 أهداف وعمل 4 أسست أعتقد رقم إيجابي جداً لوسام أبو علي إحنا بيتكلم على أن كل مباراة بمعدل أن فيه هدف أو أسست أنه بيساعد فيه إحراز هدف وده رقم إيجابي جداً نتمنى الاستمرارية عليه وهيبن أكتر بقى بإذن الله قدراته في مباراتي بيراميدز يوم 12 ويوم 22 حساب كورة بلسي بيتكلم على أن الأهل يكشف حقيقة الانسحاب من نسخة الدوري الإفريقي المجبلة طبعاً أنا مستغرب جداً من الأخبار اللي بتنزل بخصوص السوبر ليج والدوري الإفريقي خدوا الكلام دي على مسؤوليتي لغاية اللحظة دي ما فيش تأكيد رسمي بإقامة النسخة التانية من الدوري الإفريقي ليه؟ الكاف لغاية دلوقتي ما عندوش حاجة رسمية إن المسابقة دي هتتنظم تاني السنة الجاية أو المسيم اللي جاية كل ما في الموضوع إن الحساب الرسمي للدوري الإفريقي لإيه؟ إفقل نشر فكرة استعدوا للسيزون التاني أو عائدونا من جديد ولكن رزنامة مباريات أجندة مباريات القرعة من اللي هيشارك بأكد لكم ما فيش حاجة خالص وما حدش يعرف حاجة وما فيش أي معلومات بس الغريب بقى كمان إنه الناس تتكلمت وقالت ده الأهل ممكن ينسحب من النسخة التانية لما تتلعب طبعاً الكلام ده مش حقيقي النهاردة كورا بلس سأل مصدر مسؤول في النادي الأهلي قال له إيه؟ لم نناقش موقف النادي من النسخة التانية للسوبرليج ولا صحة لما تردد عن إن النادي الأهلي هينسعب من المسابقة لإني ما جاتلوش حاجة رسمية تقولي المسابقة هتتلعب إمتى وفين؟ فهنسحب هنا على إيه؟ هاخد قرار في الملف ده إزاي؟ وموقفي فيه إيه؟ مبني على إيه؟ فللأسف الناس أو البعض يعني بيجتهد ويقول معلومة وبيجتهد أكتر وبياخد قرار بناء على المعلومة وبيجتهد أكتر وبيقول مواقف بناء على القرار والمعلومة وفي النهاية لا المعلومة صح ولا القرار صح ولا المواقف أصلاً صح عموماً أول ما يكون فيه جديد بخصوص الـ AFL هنعرضه إن شاء الله من خلال برنامج الترند في الفترة اللي جاي طيب ملعب القرار 24 بيقول إن ريدا سليم يخطر الأهلي برفض عرض الرجاء المغربي طيب إيه اللي حصل في الساعات الأخيرة؟ نادي الرجاء المغربي ومن خلال رئيس النادي أعلن إنه كان بيفكر في ضم اتنين اللاعبة من الأهلي كريستو وريدا سليم وبيفكر ياخد الاتنين على سبيل الأعرى طبعاً فيه تفاهم بيحصل في الساعات اللي جاية بشأن كريستو وإذا تم إقناع اللاعب بالانتقال على سبيل الأعرى إلى الرجاء المغربي ممكن يتم ده في الساعات اللي جاية ولكن موقف ريدا سليم مش محدد فيه لعيبة كولر ما عندوش مشكلة لو دلوقتي أوكي جات لهم عروض وده معلن من فترة ولكن فيه لعيبة بتلعب في الفريل أول دلوقتي بشكل أساسي وفي القيمة بشكل مستمر كولر قال ما أخدش فيهم قرار فني إلا بعد نهاية الموسيب عشان كده لا هتلاقوا فيه قرار فني بشأن أفشة ولا السلية ولا قهربة ولا ريدا سليم ولا أي لعب لأن العيبة دي قوام أساسي حاليا مع مرسي الكولر ومستمرين والأيام أزبرت لحضراتكم سواء في أكرم توفيق أو دلوقتي عمر السلية وقبل كده كمان كان أحمد عبدالقادر فهنا أنتظر شوية وريدا ممكن يكمل مع الأهل بإذن الله بعد نهاية الموسيب الوطن الرياضي قال لك بقى هو ليه الرجاء بيفكر في كريستو ويفكر في ريدا سليم وهل حد في الأهل قال ممكن أكيين يوافع على عارة الاتنين ولكن عايزين لعيب من الرجاء النهاردة الوطن الرياضي دخل في التفاصيل دي وقال لك أن فيه لعب في الرجاء المغربي اسمه يوسف بالعمري النادي الأهل بيفكر فيه انضمام هذا اللاعب لأن اللاعب بيلعب في مركز الزهير الأيصر وكلر فكر فيه وعينه عليه فالوطن الرياضي قال لك أن الأهل بيفكر ياخد يوسف بالعمري ويد ريدا سليم وكريستو على سبيل الأعارة ولكن دون الاتفاق على نية أو بيع اللاعب بعد فترة الأعارة عموما الملف ده عشان ما اتكلمش في تفاصيل أكتر من كده لأن الأمور لسه مش واضحة هننتظر شوية اسبوعين ثلاثة والأمور كلها تتضح لما يكون فيه قرار الرسم دي أبرز التفاصيل في ترند الأهلي نخرج إلى فاصل ثم نواصل طيب بعاكم في حاجات كده سريع معايا في ترند الأهلي قبل بروح للمشاركات والنهاردة ربطة الأندية أعلنت في بيان بشأن تعديل موعد المباريات بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة على طلب ربطة الأندية خلاص الساعة خمسة ونص المباريات هتبقى بدل أربعة والساعة تسعة بدل الساعة سابعة طيب نروح للمشاركات وطرحنا سؤال قلنا لحضراتكم رأيكم إيه في أداء الأهلي في مباراة طلاع الجيش ومين نجم المباراة أو منقف زمدش اللي ظهر بشك كويس في مباراة مباراة رمضان بيقول مقبول الأداء مقبول من وجهة نظره وإن شاء الله هنفوز على بيراميدز ده المهم لنا وشايف دلوقتي أهم حاجة الانتصار بغض النظر من أفضل لعب محمد حامد بيقول أداء مقبول على مستوى تلاحم المباراة والإجهاد العضلي المهم النتيجة وأفضل لعب مصطفى شبير أحمد يوسف بيقول شبير سبب تحويل المباراة والسلية كذلك والشحات طيب أحمد رضا بيقول الشوت الأول غير مرتب الأداء كان عشواء شوية الشوت الثاني جيد السلية نجم المباراة ولا غنى عنه في كل المباراة أخر تعليم معايا باسم خالد بيقول أداء حلوة في الشوت الثاني مصطفى شبير كان نجم اللقاء في الشوت الأول إذن معظم التعليقات كانت شايفة أن منقف زماتش كان مصطفى شبير يالي السلية واحسين الشحات نتمنى يا رب التوفيق للأهل بإذن الله في مباراة تاب بيراميد وإن شاء الله بإذن الله يكون الأهل موفق في مشوار الدوري العام في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء